بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله تعالى يقسم بأن من قرأ الآيات الآتية من آل محمد وشيعتهم إلا نظرت إليه بعين المكنونة في كل يوم سبعين نظرة أقضي له في كل نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما فيه من المعاصي وهذه الآيات هي سورة الفاتحة كاملة وآية الكرسي تقرأها إلى قوله تعالى هم فيها خالدون وآية الشهادة وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وآية الملك وهي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزغ من تشاء بغير حساب فالإمام الصادق عليه السلام يقول من؟ يعني لأقرأ لك النص ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لما أمر الله عز وجل هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش وقلن أي ربي إلى أين تهبطن إلى أهل الخطايا والذنوب فأوحى الله عز وجل إلينا أن إهبطن فوعزتي وجلالي لا يتلوكن أحد من آل محمد وشيعتهم إلا نظرت إليه بعين المكنونة في كل يوم سبع نظرة أقضي له في كل نظرة سبع حاجة وقبلته على ما فيه من المعاصي خش أن يأتي فلان ويقول والله لدي ذنوب لدي معاصي فكيف الله يقضي لي حوائج يقول لا وقبلته على ما فيه من المعاصي سأقضي له سبعين حاجة في كل نظرة هذا ما ورد في كتاب الكافي في الجزء الثاني صفحة ستمية وعشرين فثق بالله وتوكل على الله واجعل ذلك وردا يوميا لقضاء جميع حوائجك برنامج صباحات الأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام